السلام عليكم وياكم هيتام اليوم راح نبدل ويل هاب بيرنج هذا يصير عندك صوت بالتسارع ومثل ما داشتشوفون شكله ويصير بظهرة 3 براغي السيارة الانترا 2017 ال 2016 وجوه يصير بول بيرن واحدة بحيث تحتاج برايس او اكو فيديو ثاني هم سويتلكم وميان وشولة بدلا بدون برايس بس هم تحتاج السيت مال العدة المهم نفتح الطاير وكهام فيديو راح يسوي على ال... وأنواع الحساسات وين يخلوهن ولاحظ هاي الطريق اشلو تشلع الطاير هنا اكو يصير قفل على النت اللي هي يصير شون الحديدة ومعووجة على فراغ هذا من بينه هنا انا زيان هنا ثنية وثلاثين حجمة طبعا كالعادة هذا لدريل كل شتوب هذا مكان حساس بس احنا هنا ما يحتاج لان نفتحها ولا شي صح انا فتحت البرغة مالتا بس ما راح نحتاجه انا سنجي على برايك اكون برغيين برغي هنا وهنا هذا اللي انا دار اخيهن ما احتاج يترخي هنا ليش لان الفلنجة عدلة ممكن تطلع بسهولة على عكس ديتش المرة من سويت الخلفي بالسيارة الثانية السودة ما اطلع لان كانت الفلنجة يصير بها حفرة حيث هنا تحتاج تفتح بس هذا البرغي الاسباط عش اللي يصير امثبت الكاليبر كليته بالستابكسل او السبندل او النكل لاحظ هذا البرغي والثاني او هنانا قدرت اشلعها بدون ما افتح البراغي اذن بالبداية رخيتهن نجيب واير ندخلهو بالكاليبر الكاليبر طبعا الكاليبر اللي هو الفيتش اللي هو هذا لاحظ شون هذا شدينا حتى ما يصير ضغط على صندة البراغي اكو براغي اذن الاصغار اللي يصير بالفلنجة او الروتر او الديسك هذا لنفتح البراغي و الان اصبحت البراغي ويصير يصير يدخ وحاولت مرتل لخ أدق ما فات طبعا الآن هنا نأتي على البراغة هي مال بولبرن يوجد ثلاثة هذا الثاني وكواحد من الجهة الثانية هذا النقياس 14 وطبعا لا يحتاج أن ضب كل قوي وفتح كل سهل ولكن طبعا لذا عندك دريل أسهل وأسرع ولكن مجرد بس طخيت الدقمة فتح البرغ هذا هو البرغي البرغي الفوق هم تقدر توصلها بلقمة طويلة أو اللقمة العادية وياها تطوالة طبعا البراغة ثلاثة نفس الشكل هذا هو البرغي الثالث نحرك دائما لستيران بحيث أن المكان مناسب لنا إذا لدينا خاصة إذا ليدها طويلة فلاحظوا شون هي شوية بر السيارة هذا هو البرغي قوي وليس قوي بس المكان مزعج هذه ثلاثة براغة بس طبعا بس طبعا بس طبعا الجبت على الربار لم يفضل ايجابا أتجه ودقيت بيناتهم لأن هذه قطعتين ودقيت على الأستدات حتى أرش من البخاخ حتى يفوت بيناتهم هم لما يفضل فمثل ما ترون هسا طلعت هاي بعد ما دقينا بين الحديد اثني اناتن بين البول برن وين مكان البراغي هذاني لثلاثة و هذا وين هسا اللي دالزم هناني وعلى الحديد فلاحظك وذاك البراغي الفوق شون صاير عليه اثر هسا نجي ننظفها طبعا نكون نقطة صغيرة صايرة شون مكان الساعة بالعشرة هذا هو الحساس ما للاي بي اس فدير بالك الدق علية او من تنظف هاي البراغي حتى يكون اوضح اليك مكان هن جيفر جسي من نظفها بس هم نفس الكلام ما نوصل عليه حساس الاي بي اس تمام ذاكه سواضح اكثر يمكن نجيب الجديد ندخله بسنه لدرايف شيفت بس من ندفعه للاخير نخلي به فراغ ليش حتى البراغي انفوت السن ما لاتهن يفوت بسهولة لان ذا دفعناه للاخير يحتمال انه السن ما يكون عدل فيصير اكو مثل القوة بينما انت لازم من الشد المفروض بقوة ايدك بس تمام لانك دا تشده بايدك هاي طبعا الفقره الساني من جاي يشد جاي يحول من واحد الواحد ما اشد واحد للاخير وخلي واحد راخي لا نوازن نسويها مثل الدائرة بحيث ما يصير ضغط على مكان اكثر من مكان لاحظ هاي الحد الساني بعدني كلها بالايد ركز عنا بمكان البرغي وين دا ينشد هذا اللي جنت اسوياني هس نجيب خشبات اثنيا ونخلي الفلنجة عمالتنا لان كل الطرق السلمية ما ارهمت دقة واحدة طبعا خلينا خشب لان الخشب اضعف من الحديد فالدائج راح يمتصها الخشب ما راح تتأذى عندنا الفلنجة او هو هذا الدسك فلاحظوا الزنجار اللي هنا شون صاير عليها صاير لحيم كون طابقة نجيب فرش السيم وننظفها من داخل طبعا هاي الكاوية ما لكم علاقة بيها ننظفها شقد ما نقدر يعني انا شان ما ممكن اقدر اراح اجيب الكوس راح اضع بيها سيم وننظفها بس ما يحتاج لهالدرجة ننظف الفلنجة هي من الداخل والخارج نمسحها بحيث ما نخلي عليها دهن حتى بعدها مو من ندوس البرائك ما يدوس نراجع البراغ الصغيرة لا يحتاج ان ضبهم قوي بس مجرد ضبهم بديك لان اظنني بس مجرد للتثبيت اصلا اني لو عليها ما اشدهم بسيارتي شلتهم لان اظنني بس يجعلها يلطش نراجع الكاليبر ولكن هنا من جنة اشتغل بالغلط نقوم بسيارة برايك من ساعدة على السيارة ده افرستيرن فنضغط الجسم هم زيان ما نضغطه هواية ونخلع البستم مع الكاليبر نجيب هاية هم نشتري هاني ب 5000 هاية تدفع لك البستم مع البرايك لن نضغط عليه ونحن ندفعها للأخير سيصير عندنا مجال بحيث من رجعه برهام طبيعي لاحظ رحظ انا البراغي اللي رخيتهن بخارج التصوير ضبيتهن هاذا النا الموضوعه صغار تمام اسمو هاذا اللي قبله و لم يتطلع بالتصوير نرجع لنا البراغي مال الكاليبر طبعاً لا يحتاج ان ضب كل شي قوي ضب باليد عادي طبيعي بعدين شوية نقفل هنا ولكن لا يحتاج ان تذهب ادراع طويلة حيلاً لأن هذا النهم تقريباً 60-50-70 هيتش تورك يعني لا يحتاج كل شي قوي نرجع ندوس البراغي حتى البراغي يرجع لدينا طبيعي لأننا شغلنا و لم يتطلع البراغي أول البراغي سوف يذهب بالهواء نرجع براغي الدرايف شفت و نقوم بعمل العزم مال تقريباً 160 هو العزم مال تقريباً من 150 إلى 200 حسب السيارات أنا فعلته بالوسط نرجع ندق هاي نقفل علي طبعاً بصد فرجعت بنفس المكان الذي فتحنا وهذا كان كل اللي عندي وفي مالا موسيقى 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 موسيقى